وإذا تبغى أقول لك قصة عبد الرزاق بشر في حالنا بكرة تغد عندنا وراح أقول لك القصة كاملة يقول أنا تحمست قتل ليه وش فيها القصة ذا الدرجة يعني القصة مرة قوية قال لا والله ما بغى أقول القصة هنا ويدخل أحد ويسمع ذا القصة ويصير معادي يبغى يشدخل معنا قتل يا ساتر وجاء الموضوع كبير إذا كذا قال لي وعدنا بكرة تتغدى عندنا وبشر راح أعلم كل شيء أنت تبغاه يقول نمت وصحيت اليوم الثاني ورحت البيت مدير الشركة يقول وطق عليه الباب طاق 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 ويفتح لي الباب يقول ويجيب القهوة والشاهي ونقعد نتقهوة وكان فيه اثنين من عياله يقول قاعدين معنا يقول شوي جاء الغداء وتغدينا وقال ميد عياله روحوا أبغى الرجال هذا في كلمة يقول شوي ناظر فيني وقال لي اسمع يا سانم بما أنك أنت واحد مننا وراح أقول لك قصة عبد الرزاق يقول عبد الرزاق كان موظف مثالي لأبعد درجة يقول لا يغيب لا يتأخر أعماله يخلصها كلها يقول ويشتغل معنا ما يقارب أربع سنوات وعبد الرزاق كان يداوم مع واحد اسمه محمود يقول كانوا يشتغلون في نفس المنطقة اللي انت فيها يقول للمهم عبد الرزاق في آخر أربع شهور اختلف معنا صار يتأخر ويغيب وصار يهوجس بعض الأحيان وتفكيره مشتت لأبعد درجة فقلت بما أنه موظف عندي رح أسأل عنه وش وضعه يقول ناديت وكلمت وقلت لعبد الرزاق بشرني هل أمورك زينة هلك كويسين كل شي زين يقول قال لي كده ايه زين 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 يقول فحاولت أسحب منه بعض المعلومات ما قدر يقول رح تسألت محمود اللي هو دايما معاه قلت للمحمود عبد الرزاق وش فيه قال لي والله اسمع بما أنك انت صاحب الشركة رح أقول لك عبد الرزاق له فترة يتوهى من فيه ناس موجدين في المكان هذاك يقول فكان فيه بيط طين هناك عند نفس المكان اللي احنا واقفين فيه يقول كان يشوف شخص يوقف فوقه ولابس رداء أبيض يقول اول ما قال رداء أبيض أنا خفت واتذكرت البيت اللي أنا دخلته اللي فيه الحية واتذكرت الرجال اللي وصلته البيت الطين القديم قلت لأيوه وش بحت قالوا يقول محمود انه صار يتوهى مشياء ما هي موجودة وصار يكلم ناس ما هم عنده وبعض الحيان كده فجأة يفزن مكانه عوذ بلاب شطورة جيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول وعصيره سمي على عبد الرزاق وقرأ عليه يقول واستمرت حالة عبد الرزاق على هذه الحالة قلت لأ طيب معليش عبد الرزاق وين ها الان يقول شوي قاطعني وقال لي اسمع سالم الموضوع هذا لا يدري فيه أي واحد من الشركة أي واحد من الشركة لا يدري عنه ارسلنا محمود في يوم من الأيام رسالة قال الحقونة احنا متعطلين أنا وعبد الرزاق في منطقة والمنطقة هذه تبعد عن المضخة ما يقارب 20 كيلو يقول انا استغربت ليه هم رايحين هناك يقول شوي كبير مهندسين يرد عليها ويرسلها اثنين يروحوا له لين وصلوا له لهذه النقطة يقول كانت حالتهم حالة يقول المهم احد المهندسين اللي راحوله اللي هو المهندس فهد اللي يدرب والكلام هذا كله ماخذ من المهندس فهد يقول قال لي المهندس فهد انه وصل هناك وحصل محمود الحالة اسألت محمود قلت لأ وين عبد الرزاق يقول وصار يدور عبد الرزاق اللي هو مختفي يا ولد وين راح وما تدري وينه ومن متى انت فاقدة قال قبل شوي كان معاي قبل ما يقارب ممكن نص ساعة كان هنا موجود عند السيارة يحاول يحفر تحتها فانا ريحت وقال اني بحفر حول الكفرات قال هذا اخر تواصل كان بيني وبين عبد الرزاق يقول سأل المهندس فهد تلا طيب بعدها وين راح قال والله ما ادري وين اختفى انا اخر علمي فيه كان يبرح للكفرات عشان نطلع السيارة وانا من زود التعب ارتحت على المرتبة يقول وشغلنا الكبوس وقعدنا نبحث عن المهندس عبد الرزاق يقول قعدنا نبحث عن نيمين ويسار يمين ويسار يقول ما لها اي حس جيت لها طيب حصلتوا ما حصلتوا قال لا تستعجل بيجيك العلم يقول في لحظة فقدانة ارسلنا للجهات المختصة تبحث عنها بعد سبع ايام حصلنا ميت داخل بيت طين جيت لها اي بيت طين قال بيت الطين القريب عند المضخة يقول اول ما قالها هوات كهرب وحس بشعور غريب وقلت الحمد لله اني تخلصت من ذاك المكان يقول شوي قال لي مدير الشركة بيني وبينك المكان اللي توظفت فيه انت مكان خطير وزينك طلعت منه بسلام يقولوا المكان هذاك اغلبة يسكنون الجن قتل الحمد لله ان اموري مرت على سلام والله يرحم عبد الرزاق هذا يقول خدت نفسي وطلعت من عنده وانتظر مباشرتي اللي راح تكون على احد السفن المخصصة للتنقي والشي القوية جمعت الخير في القصة ان الموضوع ما انتهى بس في البر امتد معاه لين البحر وفي البحر صارت لها احداث اكثر واكبر من الاحداث اللي صارت لها في البر ولكن اتوقع اني راح اخلي القصة هذي على جزئين وروح افصل الجزء هذا على الجزء الثاني لان والله العظيم بعد ما قريت هذه القصة جزء البحر اغرب كثير من جزء البر ما توقعتم في شيء يوم من الايام اسمه جن البحر السلام عليكم مساء الخير يا جماعة الخير كيف حالكم طيبين ان شاء الله والله ثم والله ثم والله اني اشكركم شكر حرفيا من قلبي على الكلام والدعم الجبار اللي قاعدين تسوونه وشيء الثاني يا جماعة الخير والله يا جماعة الخير اني ما قدرت بسبب ان البر بس 54 دقيقة والبحر ما ادري كم دقيقة والبحر يعني فيه احداث كثيرة مرة لو ما نزلت البر بتأخر زيادة وعشان كذا اقزمتها نصين وخليت البر الحال والبحر الحال لو التابع سنابي بشكل كويس راح تشوف اني تكلمت في هذا الموضوع والمهم يا جماعة الخير جب ما نبدأ في مقطع اليوم لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك حبيبي وعزيز المتابع في القناة وقلنا شوي ونعصل مليون متابع باذن الواحد الاحد يلا خلنا بدأ طيب يا جماعة الخير سالم اخذ ورقة المباشرة حقته وناظر في التاريخ انه بعد شهر ونص في منطقة بعيدة عنهم بشكل كبير تبعد ما يقارب 1200 كيلو ربع المنطقة بعيدة لان ابار النفط هناك موجودة والشركة حقتهم اصلا ما هي ما اخذ المشروع كامل ما اخذ جزء من المشروع يعني الشركة الكبيرة للامة اللي اطلع النفط قالت نحتاج ناس يشتغلون معنا بسبب قل الموظفين اللي عندنا فعرضت الشركات المنافسة كلها المناقصات حقتهم واختارت من بينهم الشركة اللي فيها سالم ولمهم قالوا للمباشرتك راح تكون بعد شهر ونص في ذيك المنطقة راح تضبط وضعك وضبط مكانك وضبط كل شيء انت تشوفه مناسب لك والسكن راح يكون برضو على الشركة ما راح يكون عليك اي شيء وطبيعة العمل راح تعرفها اذا وصلت هناك راح يعلمونك انت واشا دواركم واشا شغالكم اللي راح تسوونها يقول والله وسالم ورحت لاموي وابوي وقلت لهم قلت والله اسمعون قالوا لي لازم الدوم في ذيك المنطقة اللي تبعد 1200 كيلو عنكم انتظرني في المطار تأخذني من المكان هذا وتوديني عندكم وصار يشرح لأبو اسلو الشركة اسمع ايبا الشركة كذا ما هي ماخذ المشروع كامل احنا راح نساعد الشركة اللي قاعدة تشتغل هناك ان نخلص لها بعض الامور كان لها ابوها ابد فالك التوفيق يا ولدي وسو اللي تشوفه انت مناسب قال انت تبغى كذا قالي والله هيبا انا بغى كذا قال ابد سو اللي تبغى يقول المهم قلت لازم اروح لذيك المنطقة اشوف السكن حقي وارتب وارتب الاوضاع يقول كلمت واحد من اخوياي كان شغال معاي في الشركة القديمة بيودونا هناك وقلت لسمعني وش رايك نروح انا اياك نصلح السكن حقنا على ما نجي احنا ما نبغى نتعب تعب مرة وحدة قال لا ابا دبشر بكرة باذن الله وانا عندك نطلع بالسيارة ونمر اقرب كافي وناخذنا اي شيء ونمسك الطريق قال لا ابا تم يقولوا صدقه جاني الرجال هذا في اليوم الثاني سلمت على امي وابوي قالت لهم انا بسافر عشان يشوف السكن يومين باذن الله انا موجود يقول خدت اغراضي وخدت بعض المفارش والملابس اللي راح اصفها هناك لان خلاص حياتي بتكون في ذيك المنطقة يقولوا نطلع على الطريق وفعلا اخذنا كافي ومسكنا الطريق وتوجهنا لين السكن حقنا يقولوا السكن حقنا شوي مرتب يقول كل البيوت الموجودة هناك دور واحد يقول ما في دورين ثلاثة لا ما في كلها دور واحد واتوقع نظام البناية من البنايات السريعة هذه التركيب موظفين جدد في هذه المنطقة وجايينكم من الشركة الفلانية هذه ناظر شوي قال لا انتم موعدكم بعد شهر ليه جايين الان قال والله جاينا نشوف المكان والسكن اللي راح نسكن فيه ونحط فيه اغراضنا وعفشنا وكل شيء نبغاه قال لنا ثواني بس اتصل على رئيسي عشان اكد دخولكم واتصل على رئيسه وعطاه رئيسه الموافقة يقول والله وحركنا من عند هذا المكان ودخلنا على المنطقة السكنية الكبيرة يقول طبعا المنطقة السكنية هذه اللي كان يميزها الهدوء العام هدوء غير طبيعي يقول ما فيه احد يتكلم ما فيه احد في الشارع ما فيه اي شخص ممكن تشوفه عينك ممكن تشوف شخص بس يفتح الباب داخل بيته وتشوف سيارات واقفة اي ولكن المنطقة هادية مرة واتطل على البحر مباشرة يعني وراها على طول شاطئ والشاطئ هذا مو مخصص لوجود الناس وبعدها على طول البحر اول ميناء المخصص لهم يقول للمهم يخلنا البيت اللي حطولنا اياه وكانت تشقتي على البحر مباشرة وكانوا يقولون لي انت تشقتك موجودة على البحر ورافعينها شوي لان بعض الحيان الامواج تمشي مع الامتداد والجزر يسقع البحر هنا في حاول انك تقفل درائشك دائم ولكن ترى نوادر تيجي فعطوني بعض التعليمات المخصصة للمكان هذا وقال لي شوي وراح ييجي المشرف المخصص للسكن اسمه علي وراح يعلمكم بكل شيء انتو تبغونا واي شيء تحتاجونا في المستقبل ويقول والله دخلنا يقول مكان نظيف ومرتب وهادي يقول حطيت اغراضي انا وخوي في كل واحد في غرفته هذا في الغرفة العلمين وانا في الغرفة العليسان ويفصل بيننا دورة المياه وانتو بالكرامة وفي مطبخ مشترك لهم اثنينهم وصالة صغيرة ممكن مقاسها ثلاثة ونص في ثلاثة ونص المهمة علينا يقول حطينا اوضاعنا واغراضنا وكل شيء فقلنا بنروح نتعشى في اي مطعم قريب عندهم وكنا نعتقد ان المطاعم موجودة في نفس المجمع السكني حقنا يقول صرنا نبحث صرنا نبحث ما حصلنا ولا مطعم داخل المنطقة السكنية هذه قالوا لي اذا انت بغى مطعم راح تقطع ما يقارب ستين او سبعين كيلو للمدينة المدينة فيها كل شيء يعني اللي عرفنا من هنا ان المنطقة هذه معزولة بشكل كامل على المدينة يقول اصلا حتى الطريق اللي جينا فيه لنفس هذا المكان طريق فاضي مرة 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 قلنا له خلاص زين وقال ترى علي راح يجيكم باذن الله بكرة لانه توكلمنا وقال ما راح يجي اتأبد ما عندك مشكلة بكرا نقابله يقول والله وقل مايد خوية ها شرايك روح نتعشى بره ونرجع حالي والله لي تبغى تبغى نطلع لقاء نطلع يقول بعدين قلت له بس اسمعني نبغى نشتري لنا اغراض مخصصة للطبخ عشان بنصير نطبخ هنا بما ان المطاعم بعيدة قال اي والله لازم لازم نشتري لنا اشيات ساعدنا في الطبخ عشان نفتك من الروحات والجيال كان لي خلاص تم يقول جمعنا القطة انا خدت منه 600 وهو 600 وطلعنا بره يقول تعشينا وبعد ما تعشينا مرينا المحل عشان نشتري اغراض اغراض مخصصة المطبخ يقول خذنا الرز واللحم والدجاج وخذنا كل شي يقول ضفينا العزبة كاملة بنرجع الان لسكننا يقول على طريق الرجعة طبعا طريق هذا اسميه طريق ساحلي يقول علي مينك بحر وعلي سارك منطقة خالية مرة واناظر الابراج حق المراقبة في الميناء ابراج كبيرة مرة جودها معطيها كذا طابع قوي مرة مرتفعة وشاهقة وقعدة تنور في اماكن مختلفة وارتفاعها حطين فيها النقطة الحمراء ذي حق الطيارات يعني ارتفاعها مرة عالي كنت اقول يا اخي من اللي داوم في ذاك المكان يا ساتر الله يعينه بيرقى لين فوق يوم قربنا اللي نشوف السفن سفن كبيرة وصغيرة سفن ضخمة 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 والضخمة هذي يكونون نخلونها بعيدة عن البحر شوي او بعيدة عن الشاطئ يقولوا السفن الصغيرة هذي والمتوسطة موجودة على الشاطئ كان مولع بلمبات صفرة وهادي مراح مر الوقت اللي شوي احنا عند البوابة المخصصة للسكن السلام عليكم السلام طيط وتنفتح البوابة وندخل وخذنا الاكل وحطينا اللحم والدجاج في الفريزر وحطينا الباقي في الثلاجة عشان ما يخرب المهم نمنا وصحينا واول ما صحينا حصلنا علي يطق علينا الباب المشرف والمخصص للسكن هذا كامل وسلم علينا اهلون وسهلون كيف حالكم طيبين انتم اللي جايين من الشركة الفلانية هذيك قلنا اي نعم يقول صار يشرح لنا عن شركتهم والله حوالي 35 سنة في هذا المجال واحنا من زمان شغالين هنا وباذن الله في البداية راح تكون اشغالكم بسيطة ما راح تكون كبيرة لان والله ما ندري هل انتم راح تعرفون تتعاملون مع الناس الموجودة او لا قلنا لاب بالعكس خير وبركة اعطونا الاشياء البسيطة في البداية لين نتعلم قال زين واي شي تحتاجون في هذا السكن تراني موجود في خدمتكم وخذوا رقم جوالي عندكم قام سالم وسجل رقم جواله طيط طيط وخزنه يقولوا المهم خلصنا من علي وخلصنا من السكن وخلصنا من كل شي يقولوا نمسك طريق الرجعة لين وصلنا مدينتنا اللي احنا ساكنين فيها نزلني خويه في البيت وهو راح البيت سلمت على امي وابوي مر الاسبوع الأول اسبوع الثاني لين جاء وقت تاريخ مباشرتي طبعا وقت تاريخ مباشر لازم قبلها بيومين محجوزة لي رحلة طيارة انهم يوصلوني المدينة هناك وكلمت خويه اللي بيرافق معي اللي هو اسمه رائد يقولوا والله واتصل على رائد طيطي طيط سلام عليكم رائد هاه متنروح للمطار قال اسمعني والله المطار بيتأخر وغثى وقروش اللي ما نمسكها خط وبد على سيارتي هل والله تبيها خط انا معك خط قالي يا رجال خل التذاكر هذه اذا احنا تعبانين يوم من الايام ونروح بالطيارة ولكن اذا فينا شدة لا والله خنروح بالسيارة ونتحرك على راحتنا وكل شيء على راحتنا وتقول عندنا هناك برضو سيارة تخدمنا تودينا وتجيبنا قلت له والله شورك وهداية ربي مشينا يقول والله ومرني ونروح للمنطقة حقتنا المخصصة للعمل الان انتوا خطوا طابع عن المكان اللي هم ساكنين فيه واسلوبه وكيف هادي وما فيه احد يقول ما مصلنا المكان وحطينا اغراضنا قالولنا بكرة راح يجيكم كبير المهندسين المخصص للشركة وراح يوجهكم ويخليكم تباشرون في المناطق اللي هو يبغاها قالولها ابد تمام ما عندك مشكلة يقول صدق ويجي هذا الكبير المهندسين ويقعد يكلمنا مرحبا اهلا وسهلا نحياكم الله والله نورتوا المكان واهلا بضيوفنا شوفوا في البداية ما راح نشغلكم في السفن الكبيرة هذه راح نشغلكم في السفن المخصصة للتمويل نتمولونا بترول نبغى صيانات نبغى شيء انتو تكونون معنا بما ان شهاداتكم تتكلم عن الصيانة وما الصيانة فانتو راح تفيدوننا فائدة كبيرة اما السفينة الكبيرة حنا تركينها للمهندسين اللي موجدين فيها والمهندسين هم عارفين اسلوب الشركة واسلوب تعاملها وقد دراسوا عندنا قبر يقول هذول اللي تشوفونهم في السفن الكبيرة دراسوا عندنا من بعد الثنوي وقعدوا عندنا ما يقارب اربع سنوات هم عارفين طبيعة الشركة كيف وطبيعة عمل المكاين هذي كيف يقول ولكن دوامكم في البداية راح يكون سفن التمويل السفن الصغيرة اللي تقدم لهم المساعدات اذا احتاجوا شيء المهم يار ربع يتنهاب هد ما عندك مشكلة وصار يحددنا نقاط ونوقف فيها كل ما تحركك سفينة يعني لازم يكون قريب لمها يعني فيه نقطة هنا ونقطة باء ونقطة جيم اجهزة الندى داخل السفينة عندهم يعني تبعد هذي ما يقارب 20 كيلو الى 15 كيلو للسفينة الكبيرة الضخمة يقول اول بداياتنا والله ما كان فيه عمل كبير او ضغط لا كنا مرتاحين وامورنا زينا كبه حبة بدت تكثر الطلبات علينا مثلا نجيب السفينة هذي او القارب الصغير هذا والطراد نروح للسفينة الكبيرة نجيب لها بعض الاشياء زيوت مفكات اشياء نفس كذا يقول طبعا يقول في يوم من الايام قالوا لنا فيه سفينة تحتاج لبعض المساعدات فاطلعوا انتو خذوا معكم فنين الصيانة وتوجهوا لها يقول والله ونطلع ونروح للسفينة هذي يقول السفينة ضخمة كبيرة مرة يقول كأني طالع في دور يمكن ثلاثين دور يقول مرتفعة عن البحر بشكل كبير السفن هذي ما كنت اشوفها الا على الطرق العامة زمان نقربنا للسفينة وفيه السلم نرقع على السلم هذا ووقفنا القارب بحقنا جنب السفينة وربطناه اللي يصير يمشي مع السفينة ذا تحركت يقول ورقين الين فوق عندهم ونقابل المهندسين يقول الا اشوف واحد من بعيد كأني اعرفه يا ولد الشخص هذا مو بغريب علي يقول سالم هذا الشخص اعرفه والله العظيم اني اعرفه يقول يوم اقرب اقرب قلت له خالد قال مرحبا هلو سالم كيف حالك طيب قلت والله الحمد لله بخير وانت كيف حالك طيب قال الحمد لله قلت له يا ولد انت متوق تدرس قال لا يا رجالة بشرك قدمت المواد وضغطت نفسي وخلصتها الحمد لله في سنتين وقال انا لحد الان فترة التطبيق العملي بس ماني فترة الخبير او المهندس اللي موجود في السفينة هذه انت وين ساكنين قلنا احنا ساكنين هنا معكم وادمجونا معكم في التمويل اللي موجود لكم قال ابد حياك الله طبعا يا جمعة الخير من هو خالد هذا اللي تابع الجزء الاول خالد اولي كان يدرس معاه في المدرسة وكان يقول ودي اشتغل في مضخات البترول والامور هذه خالد حرفيا حقق حلم وصار يشتغل مع الشركة الكبيرة هذه مهم قال ابد حياكم الله واخذ رقمي ترى رقم القديم غيرتها يقول والله واخذ رقمه واسجل عندي يقول وانا اصلا قاعد امزح معاقد خلاص اصبح هنا اسميك المهندس خالد خلاص صار مهندس قال لي ابد فالكم التوفيق قلنا زيارة باذن الله رح امركم بيتكم كم رقم بيتكم قلت لان رقم بيتنا رقمه 66 قال لي 66 انتوا رقم 60 اللي موجودة عالبحر صح قلت لأي نعم احنا اللي ساكنين عالبحر يقول مهم عرف اخويالي هنا الموجودين قال هذا سالم هذا كان خوي الروح بالروح ايام الثنوي هذا الشخص من احب اخويالي اللي كنت دوم معه وسبحان الصدف اللي جمعتنا هنا يقول لهم كلهم يضحكون يقول سبحان الله 1200 كيلو وما جيت اللي هنا يقول لأ شوي واحد منهم قال لي قال والله نحظك ردي قاطع 1200 كيلو عشان يشغلونك في ذي المكان يقول يا رجال انا تمنيت اني ما درست يقول لأ خالد حاول يلطف الجو يا رجال ما عليك مننا ذا يا رجال سلبي ما عليك مننا قال لي الله يعينك وتصبر ها تصبر ترى الامور هنا كايدة والله يعينكم يقول ما كنت افهم مقصود كلامه بهذا الشي وش قصده وليه يقول لي ان امور هنا كايدة وضخمة يقول بدأ يحسسني بالخوف وجايني شعور بالخوف والقلق بشكل كبير يقول نزلنا المهندسين حقهم وقعدنا نساعدهم بعض الاشياء ونتعلم معهم الشغلات اللي يشتغلونها يقول في كان شغلي كله فني صيانة اشتغل في صيانة الاشياء الضخمة والكبيرة والمكان الكبيرة يقول الاشياء هذي كلها تعلمتها يوم درست برا المهم صرت اتعلم منهم حبة حبة وكل فترة اصلا وفترة كل اسبوعين ثلاثة سبيع يساولنا دورات تثقيفية ويعلمونا هذي كيف تشتغل وهذي كيف تشتغل وهذي كيف تشتغل يقول سالم والله لا اخفيكم انه متعبوا معاي انا بالذات يقول لاني والله ما تعلمتم شكل كافي والرجال اللي يشغلني ما قصر معاي ضبط اموري من البداية للنهاية وحاور يوقف معاي وقفة الرجال وعرف اني انا شخص محتاج يوم لحظة التوظيف قال لمديري الشركة باذن الله بعد موظفك الرب يفتح لي رزق ما بعده رزق يقول سبحان الله قاعد يشوف الدعوة هذي اللي كان يتمناها قاعدة تصير الان وقاعد يعلم الكوادر حقتها من الشركة الضخمة الكبيرة هذي يعني في حلول سنة سنتين رح يمتلك احد البواخر الموجودة هنا للتنقيب يقول المهم صاروا يرشدوننا ويعلموننا واسلوب المكاين والآلات والاشياء هذي كلها يوم من الايام رجعت المهم السكن حقي شوي اللي يطق الباب ويدخل لنا شخص من الجيران حقينا اهلا وسهلا كيف حالك يقوم نظرت في وجهه عرفت انه خوي خالد اللي عسى فينا ولكن مو الشخص السلبي اللي كان يتكلم كان شخص ثاني مرة قال لي اهلا سالم كيف حالك اجل جارنا ها قال ترى يمكن يجي خالد اليوم وكلمني قال اذا بغى شي سالم تكفون لا تكسروا معه بانه كنت خوي خالد وخالد الكل يشيد فيه انه يوم من الايام راح يصير مهندس كبير مرة قال راح نخدمك بعيننا هذي قبل العين هذي اي شي تحتاجه قلي يقول قلت لا ابت ما في مشكلة يقول المهم مع مرور الايام يقول صرت اسمع صياح طفل صياح طفل من الشخص ده قد من ذالي ما سكت عياله والصياح هذا ما يجي لاخر الليل في انت اقول الله يعين هلا عليه يقول يصيح فترة طويلة يبكي وبل يالله يسكت وصياحه شوي مزعج يقوله حاول اقفل الشباك عشان ما اسمعه اقرفني النوم ذا صغير ودائما ندعي لها ان ربي يصلح ويهديه المهم استمر الصياح فقلت خني اسأل خوي خالد واقول له يا اخي من ذا البزر اللي اذعجنا يقول في يوم الايام جانا الولد هذا بيفطر معنا جهز النواء اشوف وانجهز الاكل كله قل صرت اقول له يا اخي والله يا فيش شخص مزعج 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 ياللي منه معنى في الدوام يداوم وش مش غلك يعني مذيك شي يقول له لا يا رجال بزر جيراننا قاعد يصيح بشكل يومي قل شوين اظر فيني كذا وابتث ومضحك ياللي بزر جيرانكم يالله يا رجال فاقول لك سالفة ولكن اتمنى انك ما تخاف الله يسلمك هذا جن وانا اخوك بتلو شو كيف جن والله اني اسمع صياح بزر قال يا ابن الحلال هذا جن وسم بسم الله وتعوذ من ابليس وبرضو لا تنسى تحصن نفسك يقول يوم قال لي الكلمات هذه ذكرت مهندس يفاهد القديم اللي كان يقول لي حصن نفسك وانتبه ترى الامور هذه والمنطقة الخالية دائما يتوجدون فيها يقول وصابني لخوف شوي قلت لك يا ابن الحلال متأكد متأكد ما في بزران هنا جنبنا قال يا رجال خلني باقول لك شيء عشان تتأكد صدق ان هذا بسم الله الرحمن الرحيم اصلا ما في عوائل ساكني في المنطقة هذه رقم ستين نهائيا ما في ولا واحد متزوج كل المتزوجين حطينهم في الفلة اللي لي جوا في يعني حب اأكد لك ان هذا ترى صوت بسم الله الرحمن الرحيم جن بتعوذ وقرض كاركزين يقول والله العظيم انا منول ابغى اقول لكم انه لازم تحصنون نفسكم في ذا المكان خاصة الاماكن الخالية هذه يقول والله قربت ونفست عيوني وخويه اللي جنبي ينحبل قال وش جن الله يرحم امك وش جن تكفى يا رجال قل غيرها قال لي انت ما قد اشتغلت مناطق خالية زي كذا قال لا انا كل شغلي في الشركة الام قال ترى ما يذونك الا انت اذيتهم انت قد اذيت احد منهم قال لخوي سالم لا ولكن سالم يقول ذكرت الحية اللي فقعت راسها في البلكة يوم كنت في البر يقول فسكت وقطمتها يقول لف علي وقال لي قد اذيت واحد منهم يقول قلت لا لا ما قد اذيت احد منهم ما قد يعني وش بأذيهم قال لي يا جن الحمد اللي حصلوا نفسكم وموركم زينا ان شاء الله وبرضو يا اخي الكل المسلم موجود برضو لا ينسى يحصل نفسه اذكار الصباح والمساء والله العظيم انها مهمة مهمة بشكل كبير فلا تتركونها وخا نكمل يقول قال لي الكلمة هذه وخلتني اعيش شوي وهم يقول في اليوم الثاني يوم جيت انام اسمع صوت كذا خطوات كذا كم في واحد كيف السطح يركض كذا او صوت برميل يتقلب يعدو دوب 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 يقول والصوت صدقي يبين فيه كذا كنا واحد يمشي ولا برميل ينقلب ولا في شي غريب ولكني تعودت على الموضوع هذا موضوع اني اسمع صياح بزر وصوت البرميل اللي فوق راسي يتقلب بشكل كبير يقول كل ما اسمعتها قلت بسم الله الرحمن الرحيم والله يعودنا من الشيطان الرجيم يقول وحضت راسي وانام يقول استمريت على الحالة هذه يقول صرت متأقلم على الشيء ذا بشكل كبير بالدرجة بعض الاحيان ما هتصرت احصن نفسي بسبب اني تعودت يا اخي على الاشياء اللي يسورها على صياح ذا البزر اللي يجينا بشكل دوري يقول في يوم الايام جانا بيان ان فيه سفينة متعطلة من زمان ولها ما يقارب تسع او عشر شهور موجودة في البحر قريبة لم جزيرة ويقولون المهندسين كل ما اشتغلوا فيها ما هتكملوا يتعبون ولا يجيهم شيء ما ادري وش وضعهم يقول فيكلفونا ان احنا نطلع ما يقارب ستة عشر شخص عشان نشوف السفينة هذي ونقيمها ونشوف ايش تحتاج عشان نعيد تأهيلها يعني زي ما تقول تجديد السفينة هذي من جديد يقول قلنا لهم ابد اللي تبونه وحددوا لنا يوم اللي راح نطلع فيه وقالوا لنا طلعتنا راح تكون من الساعة ثلاث مساء الى الساعة عشر الليل تطلعون تشوفوا الاحتياجات اللي تخلصونا ولكن الفترة هذي لازم تبشرون مو كل الوقت يعني من ثلاثة العشر لا عايدة تجيهم ستة سبع المنطقة راح تكون خالية ومعلمين اللي موجدين في حقين السواحل هذي او الامن المخصص للسواحل ترى موظفين بيطلعون للسفينة الواقفة هذي من فترة طويلة يقول المهم في ذاك اليوم ربي يلهمني قال خلني اتصل على خالد خالد خوي من زماء من ايام الثانوي بكت خلني اكلمه واشوف وضع السفينة ذي يقولون كل ما جاء مهندس معادي بغي يشتغل فيها طفش منها وتركها وش بلاها وش وضعها يقول طبعا خالد قدها الحين صار مهندس ومرت يعني ستة شهور سبع شهور وانا في ذا المنطقة يقول والله واتصعها خالد سلام عليكم خالد كيف حالك طيب وينك قال لي والله انا طالع المدينة بجيب لي كذا غرض وارجع لي واشتبي قال والله بغي اسألك عن السفينة الموجودة في المنطقة هذيك القريبة لما الجزيرة وش وضعها قال لي اسمع اسمع انا الان في السوبر ماركت اطلع على الطريق واكلم يقول صدق بعد ممكن 30-40 دقيقة لا يتصل علي خالد وارد علي طيط حلو والله خالد قال اسمعني مني قال لكم تباشرون في ذاك المنطقة قلت له والله كبير مهندسين قال في سفينة هناك وتحتاج عادة تشغيل ويبغي يودينا هناك قال اسمعني يا سالم انا اسمعت كلام ولكن ما ادري عنها ترى السفينة مهجورة من زمان ها وقال لك قبل 9 شهور صح قبل 9 شهور اصلا ما اشتغلت الا اسبوع ولا قبلها ترى موقفة لها 4-5 سنوات وموقفة مكاينها مراضية تشتغل قلت له ليه طيب يقولنا كذا يقول بس عشان ما يخوفكم ترى السفينة يقولون انها منطقة مشبوهة شوي والجزيرة اللي جنبها برضو اشبه واشبه فانتبهوا لنفسكم وانتوا رايحين يقول والله كلامه واترني شوي وبديتها خاف يقول فجاء اليوم لي نروح مباشر فيه والله ونطلع للسفينة هذه وسفينتنا الطراد الصغير صدقه كانت واقفة جنب جزيرة يقول جزيرة هذه جزيرة بسيطة يعني يابسة خفيفة يعني ولكن فيها عشار وفيها حياة يعني وطيور وفيها كل شي يقول وصلنا هناك ودخلنا السفينة على الساعة 4.30 4.30 باقي ما جاء المغرب يقول دخلنا نقيم السفينة ونشوف اش وضعها كان وضعها يعني ممتاز يقول ولكن اذا دورنا المحركات ما تشتغل بعدنا نبحث عن الخلل نبحث عن الخلل صارت طرمبة البترول او طرمبة المادة المشتعلة داخل السفينة ما تدفع يعني فيها عطل في الطرمبات حقتها وصيانة السفينة هذه يحتاج لها شهر بالاقل يقول ورفعنا تقرير ان سفينة هذه تحتاج شهر وان عشان اننا نصينها وتكون ان شاء الله انها شغالة وتمام ورفعنا التقرير هذا ورجعنا بالموافقة ان احنا نبدأ نشتغل فيها ونعمل فيها بشكل جديد المهم بدينا نشتغل في ذي السفينة ونشوف الاشياء اللي ناقصتها والاشياء اللي تحتاجها والاشياء اللي نوفرها يقول قعدنا ما يقارب اول وسبعين ما كان فيه اصوات ولا كان فيه اي شي يقول في يوم من الايام تنتحت في السرداب حق نفس السفينة يقول وشعرت بشي غريب حولي لا اخفيكم طبعا خفت يقول اوما حسيت بالشعور هذا لفيت بسرعة وخفت بغرقة فوق يقول انا راقي لو يصمخ راسي في الباب حق السفينة لتحت وطيح على الارض يقول ما حسيت بشي وطبعا معاي اخوياي فوق السفينة ولكن ما يدروني صاير اللي تحت مع مرور الوقت اخوياي اللي فوق بدهوا يحسون اني انا مفقود وصاروا يبحثون عني وحصلوني تحت وطلعوني وطلبوا الاسعاف يقول ما صحيت الا على يد الاسعاف المهم على جوني صحيت صح صح تموري صارت زينة طبعا الدوام عطاني على طول اجازة ثلاث ايام قلوا لي ريح ثلاث ايام عشان الضغط اللي انت فيه وان شاء الله بعد ثلاث ايام تقدر ترجع تكمل عملك يقول المهم خدت الاجازة دي وريحت يقول سالم اول يوم ثاني يوم صرت استفرغ الله يكرمكم بشكل كبير وصارت تطلع في جسمي علامات غريبة وبرضو ازين في لبسنا حق الدوام انه لبس ساتر لكل شي يعني ما رح ينتبع احد للعلامات هذه يقول صرت احس بثقل في النفس يقول ثقل غير طبيعي وحس اني مشتت بشكل كبير المهم خلصت اجازتي ورجعت للعمل وصرت اشتغل معهم واعمل بشكل طبيعي ولكن ادائي مو نفس ادائي لي قبل احس برهاق قوي مرة بعد ما انتهى الاسبوع الاول كلمني خالد وقال باجيك البيت ودي اجلس معك ونسولف وان شاء الله الامور زينة قلت لابد حياك الله يقولوا جيني خالد بيتنا ويدخل مرحبا هلا والله كيف الحال اموركم زينة الحمد الله انا بيني وبينكم مرتاح الخالد من زمان قلت لها خالد اسمع قلت لخالد تتذكر يوم يصقع راسي تحت في السفينة ويغمى علي قال لي اتذكر قال لي اخي من بعدها وانا ماني بطيب قال لي وش كنت تحس فيه قلت له لا اخفيك صرت استفرغ وصار مالي خلق وصارت تطلع لي علامات في جسمي قال لي دقيقة دقيقة انت متأكد من الكلام اللي قاعد تقوله قلت لي نعم متأكد قال انا اعرف حلك قلت لوش شو عسى خير قال حلك يا حبيبي الان اطير بكل شيخ يقرأ عليك وان شاء الله امورك ان شاء الله بتكون في التمام قال لي وش حصل قال ما عليك امش معاي واخر روح الشيخ ويبي علمك كل شي انا بيني وبينكم خائي في الابعد درجة ويصار علي وش اللي علامات وش اللي لازم شيخ يقرأ علي وش السالفة يقوم مع العلم في البداية كنت خاف ان احد يقرأ علي وحس ان الشي هذا يعني شي غريب علمهم يمرني خالد ونروح للشيخ هذا ناظرني الشيخ قال اسمع انت اول ما صحيت قريت اذكارك قريت معوذاتك حصنت نفسك قبل ما تطلع يترى لا والله يا شيخ بعض الحيان اقراها وبعض الحيان ما اقراها قال لا يعني يالله يا هديك انت تعرف انك تشتغل في اماكن يعني خالية ما في احد كيف تقول مرة اقراها ومرة ما اقراها لازم تقراها وتحافظ عليها يقول باذن الله نمورك بسيط وصار الشيخ هذا يقرأ علي يقرأ علي وكل يوم كنت اجي يقول صدق لا اخفيكم بديت اخف و بديت اتحسن و بديت ارجع سالم اللي انا اعرفه يقول قبل كان صايبني الخمول وحس فيني شي غريب وحس اني مشوش بعض الحيان ادخل البيت احس كذا فيه شي من هنا مر افز كذا واناظرة الموم صار فيني كذا شعور غريب صرت مع الشيخ هذا ملازم ما اتركه كل يوم اجي يقرأ علي وصاني الشيخ اني احافظ على صلواتي مع الجماعة بشكل كامل قال يا اخي انت ما تدري ان صلاتك العشة مع جماعة تحميك لين الصبح وصلاة الفجر مع جماعة تحميك لليوم الثاني وقرايتك لصورة الكهف في يوم الجمعة تحميك من جمعة الى جمعة باذن الله يا اخي اشياء بسيطة سوها وحصن نفسك يلتمد الشيخ هذا ابشر ما يصير خاطرك اللي طيب لا اخفيكم من بعد ما رحت للشيخ وصار يقرأ علي صارت اموري زينة وصرت اطبق نفس كلام الشيخ صورة الكهف من جمعة لجمعة الصلوات ما اتركها مع جماعة قول اجمع اثنين ثلاثة من اخيائي الله واكبر يقول وصرت احافظ على صلاتي بشكل كبير هذا الشيخ الفتني بعض الكلام اللي كان يقوله الشيخ يسولف مع ولده لجنبه يقول ولده كان بعمر 23-24 يعني ولده كبير ورجال ولده كان يقول لا يهبه والله كثر السحر شفت الفلان الفلاني يولد يقولون ولدهم مسحور شفت الفلان الفلاني يقولون بنتهم مسحورة الاعمال السحرية اكثرت في ذيك المنطقة قال الله يكون في العون وحسب يالله على كل شخص يفرق بين الشخص وشخص او يفرق بين المرء وزوجها فشدني الكلام اللي قاعد يقولها الشيخ ولده شوي ولا أخفيكم أنا يا سالم والله ما لي علم كثير في عالم السحر والأشياء هذه فسألت الشيخ كذا سؤال وطفلي شوي ولكن أبغى يزيدني علم في الموضوع ذا قلت لي يا شيخ يعني كيف سحر وش سالفة السحر هذا قال اسمعني هذولي ناس ما يخافون ربهم يستعينون بناس يحضرون الجن والشياطين ويطلبون منهم طلبات يسوونها مثلا يروع عند ساحر ويقول لا اسمع أنا البنت الفلانية هذيك أبغاك تسحرها ويجيب شيء من أثارها صورة شيء من ردائها ومثل هذا الكلام ويقوم الساحر بأعمال شعوذية يفرق بين هذه وهذا يقول أمس يكونون كويسين اليوم الثاني يكونون مختلفين مرة يقول هذا السحر أعوذ بالله منه شوي قال للشيخ طبعا ترى السحر أنواع السحر أنواع متعددة والمهم ولكن في الأخير الله يكفينا شرة يقول سالم لا أخفيكم كلام هذا مثير ويجذب وقلت لها أبغا أشوف هل في صدق ناس زي كذا يقولوا طلعت من الشيخ وصرت أتمشى في القرية ذي البسيطة لعندهم ليس المدينة لا قرية جنب المكان حقهم بسيطة مرة فيها ما يقارب 18-19 بيت أمورهم يعني لما تقول بسيطة مرة يقول بيوتهم ليس حديثة مثل الموجودة في المدينة ولا هي بنفس الحديثة اللي موجودة عندنا في نفس المنطقة السكنية حقتنا يقول رحت أشوف بيوتهم بيوتهم هادية ما فيها شيء وأبغى أشوف ذال يقولون عنهم مسحورين صرت أبحث أبحث ما لقيت ولا شخص مسحور الصد يعني ما لقيت شخص بعيني أشوفه مسحور أبغى أشوف تصرفاته كيف قلت خلني أروح أسأل ولد الشيخ وأكلم ولد الشيخ سلام عليكم عليكم السلام كيف حالك طيب ياخي بأسألك أنت قبل فترة قلتم في ناس مسحورين عندنا في القرية وكلام كثير يعني على الموضوع ذات أبغى أتوريلي مثال أبغى أشوف يقول يوديني الولد صغير يقول عمره 14-15 سنة يقول توه صغير يقول الولد هذا كان ما فيه شيء ولكن شفها الآن صدق وداني المكانة صار كل يوم يوقف عند البحر ويوقف وقفات غريبة كذا أبو ساعة ساعتين ما يتحرك ويأشر بيده للبحر كنه يودع ناس يترى يا ابن الحلال لا يكون ذا في صدمة نفسية ولا في شيء ولا شو وضع قال يا رجال وين صدمة نفسية الحمد لله هلا مرتاحين وامورهم زينة وكي شيء زين زي ما أقول لك أمس كان كويس واليوم كان شخص ثاني قلت ما لقوا يسحرون لذة صغير قال والله الناس ما تخاف ربها يعني وش الهدف انهم يسحرون ولد صغير يعني رجال مع زوجتا إيه طبعا مو إيه لنا ذا ولكن يعني شيء واقع يمكن يصير رجال مع زوجتا ليسحرون شخص صغير قال والله كثر عندنا السحر في المنطقة هذه قال والله يعيننا وإن شاء الله ربي يعني يحميك من هذا الشيء كله ولا تنسى برضو تحصن نفسك يقول في أكثر كلمة سمعتها من يوم ما توظف حصن نفسك حصن نفسك حصن نفسك لا تنسى يقول للمهم بعد ما تعالجت وموري زينة عملنا في السفينة تأخر شوي وكان جنب السفينة هذي جزيرة مثل ما قلت لكم يقول للمهم في يوم من الأيام وأنا قاعد أشتغل داخل السفينة طلعت على سطح السفينة وطبعا عندنا برج حق مراقبة كبير مرة ولا ناظر كذا من بعيد إلا أشوف نور سفينة جاي من بعيد يقول طبعا كإجراء لازم أسوي أكلم المنارة حق المراقبة يقول أرفع الجهاز ترت برج مراقبة تسمعني معاك السفينة وأعطي رقم السفينة إحنا اللي مخصصين للصيانة يقول رد عليه شخص قال أهلا وسهلا آمر واش تبغى يعني قال فيه سفينة جاية من قدام أنت بالمنارة تقدر تتواصل معها أو لا قال ثواني يقول ويشوف الجهاز الجهاز اللي مخصص للمسح حق البحري هذا يقول ما فيه شيء يقول ما فيه سفينة جاية يقول قذل أنت متأكد قال والله العظيم أني متأكد فيه شخص جاي بسفينة من قدام يقول يحاول يتواصل معها يتواصل معها ما فيه أي تواصل يقول قلت بس شكل هذولي يهم قطع طرق يأنهم ذا اللصوص اللي يجون في البحر أو مهربين اللي يجون عن طريق البحر وفي شكل معهم أجهزة تمنع تصيد الأجهزة الكبيرة المخصصة للمسح يقول فكلمت وقلت لنفس الكلام اللي قلت لكم ياه الآن قلت ترى ممكن معهم أجهزة وزي كذا تخلي ما يمسح المكان أو إلى آخره يقول قال ممكن كلامك صحيح يقول شوي ويرفع بلاغ للحراسات الأمنية اللي موجودة في البحر يقول ويجون الحراسات الأمنية للسفن الأمنية المخصصة للبحر يدورون 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 ما يحصلون ولا أحد في ذيك المنطقة يقول بعدها بيوم استدعوني حال يا سالم وش اللي تقولنا فيه سفينة وتعطينا بلاغ كاذب يقول صرت أحلف لهم أقول يا أخي أنا شايف سفينة قدامي سفينة قدامي بسيطة صغيرة وكان لها كبس كان يا ابن الحلال متأكد أن كان يا ابن الحلال متأكد مية بالمية أني شفتهم بعيني هذي قبل ذي يقولون ما هم بدوا يوصفونني بالكذب يعني كذا نظراتهم كأني أنا كذاب وقعد أكذب عليهم أو أنا توحم وديت أشك بنفسك يا ولد أنا والله العظيم أني شايفهم شايف دولي الناس شايفهم مية بالمية شايفهم أكدهم يقول سكت ومشيت الموضوع كان لم تكن كأن ما فيه شيء أبت وقلت المرة الجاية لو أشوف سفن زي كذا بعد رح أبلغ خلص شغلي وأمشي يقول صرت أشتغل 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 وعلى هذه الحالة يقول باقي والسفينة تخلص أبو أسبوعين أو ثلاث أسابيع طبعا طولت صيانة السفينة مرة يقول في الأسبوع هذا اللي قبل ما تنتهي فيه السفينة يقول صرت أمر على ناس وكذا ويقولون شيء ولاد شو فيه كنت رافع بلاغي ولاد سوقها عليهم وانت شو وضع كنت قاعد تكذب على براج المراقبة أنت بتردي فيها قضايا وفيها قسم بالله أنا شايف لا تشككوني بنفسي أنا شايف أنا شايف صدقوني صدقوني أنا شايف ناس داخلين البحر حقنا وكانوا متجهين لمي ولمي الجزيرة يقول قلب الموضوع طقطق في الدوام وصاروا يستهبلون علي ويستحقروني شوي يقولوا أنا حرفيا كراحت الوقت اللي قلت لهم فيه ان فيه سفينة تراها جاية يقولوا صادف بعد أيام جات نفس السفينة ومتجها لمنا ولم الجزيرة تقول قلت أنا أعلمهم ما هو يقول ما فيه أجهزة تمسح قاعدة تمسح ذاك المكان وتقول ما فيه أحد طبعا جماعة الخير المنارة تمسح كل البحر يعني لها حد معين 20-30 كيلو وممكن أقل والله ما أدري ولكن السفن أجهزتها بسيطة ما تقدر تتواصل معها عن طريق الجهاز اللاسلكي لأن المسافة تكون بعيدة في المنارة هم أفضل ناس يتواصلون والإرسال فيها كويس يقول رحت للسفينة ذي حقة النفط الكبيرة وشغلت المسح حقها ليمسح المكان يقولوا أمسح المكان وأمسح المكان وأمسح المكان يقول ما فيه ولا سفينة يقول مع الحلم أني أنا أشوف السفينة واستحيت أقول ميد أخوياي ترا فيه سفينة شوفوها جاية يقول خفت قلت يا أخي الآن بيستهبلون علي بيقولون أنت مجنون أنت فيك وما فيك يتخني الساكت من هذا ما مسح فأنا أتوقع عرفت السبب ليه عرفت ليه ما مسح وتوقع الشيء اللي فراسي وهو الصح يقول سكت وما قلت لهم يقول طبعا شغلنا كله تحت السطح يقول أنا بس أطلع بعض أحيانا أشم هو ورجع يقول ورجع وأكمل الشغل معهم كأن ما فيه شيء أبد ما في شيء نهائيا طبعا سالم يقول أنا ترك أنت محافظ على ذكاري ومحافظ على صلاتي ومحافظ على كل شيء والشيخ قال لي إذا حفظت عليها ربي بإذن الله رح يحفظك قلت يعني ما رح يصيبني أي شيء يقول اليوم صاروا يستحقرون فيني صارت أطلع على السفينة أقول هذه السفينة الجاية أي خلها تجي وأناظر فيها ولا أراهم شيء يقول ما عد صرت أخاف يقول حسيت كذا أني شخص قوي يقول المهم في ذاك اليوم طرع علي أني أروح أكلم الشيخ وأقول أني أشوف سفينة وقلت ممكن السفينة هذه وهم من الجن نفسه يقول واطلع ذاك اليوم من بيتنا وروح للقرية حقتهم يقول تبعد عني بالسيارة ولا سد دقائي يقول وادخل على الشيخ مرحبا ومسهلا هلا والله يا أخي عندي استفسار بصير قلت لي يا شيخ أنا صرت أشوف سفن في البحر يقول صرت أشوف سفينة كل شوي تيجي البحر كل شوي تيجي البحر قال لي متأكد قلت لي إيه وأنا سؤالي يا شيخ هل السفينة هذه ممكن من الجن قال والله ممكن من الجن ولكن ما أتوقع وين شفتها قلت لهم قبل وصير أقول لها السالفة قلت لهم قبل وصارت مسخرون علي وينستهبلون ويجدلون علي ما عد صار حرفيا يحترموني مر لو قلهم الآن في سفينة بيقعدون يضحكون في وجهي قال لي طيب السفينة هذه ما شاف هلا أنت يقول أنا بس اللي انتبهت لها لأنهم أهم كانوا تحت بس أنا اللي كنت على السطح قال لي أنت محافظ على ذكارك ومورك زين قلت الحمد الله قال أجي شكلها سفينة ولكن ممكنها سفينة مهربين يمرون على البحر قال يا شيخ أنا قلت نفس كذا يقول والله إني تعبت وقلهم وقل هذه شكلها سفن مهربين يقول ولكن يوم صاروا يبحثون ما حصلوها اختفت استخرب الشيخ قال اختفت شلال شلال تختفي قلت لما أدري يقول المهم الشيخ بين مصدق ومكذب قال لي الله يكون في عونك والله يوفق كبت وإذا حتد شيء ثاني يكلمني قلتها بعد يعطيك العافية يا شيخ والله يقول أنا هدفي من دخولي على الشيخ أبغى أعرف هل من الممكن أن الجن يتشكل على شكل سفينة؟ هذا ليس ذا الدرجة يعني ليس ذا الدرجة يعني أن يتشكل على شكل سفينة يقول والله وأرجع وأخلص شغلي وخلص وخلص خلاص عن نهايات بننقفل على السفينة بنخليها تشتغل ومورها زينة بعدين طرف بالي قلت لا يكون قبل كانوا يشوفون السفن تأتي قدامهم وخافوا ولا عط صاروا يكملون الشغل وممكنهم بلغوا المنارة وقال لهم المنارة نفس الحكاية قلت ما لي إلا أسأل خالد وروح وأكلم خالد قلت لها خالد الموضوع كذا 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 قال لي والله سمعت فيه قلت لها خالد اللي قبل ليه كانوا ينحشون من السفينة قال والله ما عندي علم ترى أني أنا جديد واللي كانوا ينحشون قبل ما يبغون يشتغلون ترى قبل ثمان سنوات ممكن ولكن الوضع الحالي هذا أنا يعرف عنه الوضع اللي قبل ما أعرف عنه شيء ولكن إذا تبهي اسأل المهندس فلان فيه أحد كان من أخيه يشتغل هنا يقول وروح للمهندس هذا لوصاني عليه خالد وطق عليه الباب مرحبا ومسهلة أهلا هلا والله سالم كيف حالك طيب قلت لها يا أخي معلش تقدر تعطيني رقم ناس كانوا يشتغلون في السفينة هذه قبل قال لي ليه قال بس أبغى أسأل عن أمور صيانية سووها قبل وتركيبات قال ليه يبشر قل يعطيني رقم واحد والواحد هذا اسم عبد العزيز خمسمية عزيز عشان يطلع الاسم بسيط مرة يقول واتصل على عزيز هذا سلام عليكم عزيز كيف حالك طيب يا مرحبا ومسهلة من معي قلت لأنا فني صيانة موجود على أحد السفن بس أبغى أسألك سؤال يعني بسيط قال ليه سفينة لا تقولي لجنب الجزيرة يقول قلت لأيه قال لي الله يكون في عونك قلت ليه قال الله يكون في عونك وش تبي تسأل عنه قال يا أخي وش سبب عدم إكمالكم المشروع السفينة أو حلها قال اسمعني وأنا أخوك الموضوع كالآتي يوم من الأيام كنا جالسين على سطح السفينة يقول كلنا جالسين كلنا يقول كنا ثمان مهندسين يقولوا شفنا طرادين جاية من قدام من البحر يقول أول ما قال كذا بديت أفهم الموقف وبدأت أفهم الموضوع كامل قال أيوة يقولوا بلغنا المنارة وقلنا ترى قاعدين يشوف سفينة يقول حق المنارة قاعد يطقطق عليه ويقول لي أتوقع السفينة اللي جايتكم هذي سفينة الجن سالفة الرجال هذا نفس سالفة سالفة يقول لي لي معي يشغلون أجهزة المسح ما في أحد المنارة يقول ترى ما في أحد ويش قاعدين تقولون أنتو متأكدين متأكدين أنكم قاعدين تشوفون أحد يقول قلت لهم أننا متأكدين إحنا ثمانية موجودين على سطح السفينة وشلون تقولنا متأكدين قاعدين نشوفها شغل كبس عليها شف لها موضوع يقول أنا ماني قاعد أشوف أحد في المسح علي يجيها يقول صارت أحدد لهم الزاوية على ثمانين وقم تحدد لهم النقاط المخصصة في وجود السفينة هذه بشكل تقريبي يقول فجأة اضطرات هذا أفها نورة واختفى كإن لم تكن يقولوا دائما ما يجي في الليل قلت له إيه وش بعد قال لي هذا الموضوع لي صار وكرهنا عمل السفينة ولا عد نبغى نشتغل فيها سلمنا لهم المشروع وصرنا نشتغل في مشروع ثاني هنا على جن وقال الرجال هذا السالم قالوا أتوقع صدق السفينة هذه من الجن المهم أنا بين مصدق وبين مكذب ولكن ليه أصدق أنه صار لي لنفس الموقف هذا بالضبط وليه أكذب قلت يا أخي ثمانية كانوا على السفينة وذات طرات يدخل قال لا لا الموضوع فيه شوي شقة تلازم أروح للجزيرة هادي وأشوفش فيها ممكن أحصل لي شيء يقول قبل ما تنتهي السفينة بيومين يتبنزل للجزيرة هادي يقول ترى تبعد بسيط كذا ممكن مئة متر جنبها على طول يقول أطلع أمشي للجزيرة هادي وأسمي بالله وأقرم عوي ذاتي وأخذ معاي خنجر صغير يقول لو أطلع لي أحد ولا أطلع لي حيوان ولا أطلع لي شيء إلا أنا خارجي نفسي يقول المهم وادخل الجزيرة هادي وأتمشى فيها شوي شوي يقول حصلت مكان كأنه ممر يعني مجهز ولكن عليه عش يقول صرت أمشي عليه أمشي عليه أمشي عليه لين حصلت صدق في بيوت كذا قديمة بسيطة مهدومة قلت خلني أطل فيها وأشوف يقول وقعد أناظر فيها وأنا جاي نهار طبعا يقول وقعد أناظر فيها أناظر أناظر وأنا أسمي بالله وأتعوذ من الشيطان يقول وحصل طلاسم محطوطة في ذاك المكان مش معنى طلاسم يا وسامة طلاسم هذه أشياء يستخدمونها للسحر يقول وبدأ يشتغل مخي وبدأ يجيني فلاش باك وبدأ يشتغل مخي على القرية اللي كان فيها الشيخ يقرأ علي وإن فيه ناس مصحورين قلت هو كيه بديت الآن أعرف الموضوع صرت ناظر يميني سعر مليان طلاسم ومليان لفافات سحر ومن يجيب السحر هنا وش وضع السحر وش موضوعه وليه في هذه الجزيرة ومنه القارب اللي يدخل هنا وبعد ما يدخل هنا ممكن يختفي يقول تركت المكان وصرت أتمشى على جن يقول وحصل ممر ضيق يقدر يدخل فيه القارب اللي كان يمر من عندنا يضيق الممر ويدخل ويدخل جوه ويصير بين شجر بين شجر ولا أحد يشوفه يقول هنا بديت أربط الأشياء وأعرف أن الموضوع أكبر مما أنا أتوقع والموضوع أكبر من سالفة جن الموضوع فيه شي خطير يقول وأول ما أخلص دوامي وأنطلق مباشرة للشيخ يقول الأشياء اللي هناك تركتها ما أخذتها يقول وأدخل على الشيخ مرحب أبو فلان كيف حالك طيب المهم أتوقع أني عرفت الموضوع قال له وشه قال لي الله يسلمك أنا دخلت الجزيرة لجنب السفينة ولا أخفيك كنت خايف في البداية ولكن تشجعت لين دخلت جوه وحصلت بيوت بسيطة كده مبنية بخزف وأشياء بسيطة ومجسوسة فيها طلاسم وسحر قال متأكد قلت له متأكد مئة بالمئة متأكد قال لي خلاص اسمع أنا بطلع معاك بكرة أنا وولدي تقدر تطلعنا تودينا لذاك المكان تراك بتسوي خير عظيم مرة قلت له يبشر اللي أقدر عليه رح أسويه يقول طبعا ممنوع أني أركب أي شخص معاي في القارب حقي ممنوع يقول رح تكلمت كبير مهندسين واشرحت له السالفة طبعا كبير مهندسين من زمانه وشغال قلت له اسمع السالفة كذا 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 واللي قبل 8 سنوات رح تزورتها بيتها وقلت له السالفة وقال لي نفس موضوع اللي صار لي وكنت أرفع المنارة بلاغة قاعد أشوف قارب صغير ها تشوفونا ولا لا وخانوا يقولون ما يطلع عندنا في الأجهزة قال لي أبغاه منك يا كبير مهندسين توقف معاي في هذا الموضوع أنا رحت للجزيرة اللي هناك موجودة وادخلت على بيوت الطين الموجودة جوه الصغيرة هذه ويقول حصلت طلاسم وسحر حصلت أشياء كثيرة إذا أنت بغى تسوي خير أنا أبغى أخي الشيخ من القرية يطلع معاي للجزيرة هذه يقول كبير المهندسين بدون أي شيء يالسمع لا تطلع بالقارب حقنا حق الدوام أنا أعطيك طراد حقي تطلع فيه أنت والشيخ كثرة أبا التم يقول صدق أعطانا طراد حقه اللي هو السفينة الصغيرة هذه وكلم الجهة الأمنية أنه راح يتحرك بالطراد للسفينة الكبيرة هذه يقول لاحد يكلمني ولاحد يعترضني ولاحد يجيني ترى هنا أطالع بقاربي الخاص يقول والله هو مر الشيخ وأخذه وأطلع عني ياه بالطراد أنا وهو وولده ونوصل لين الجزيرة لجنب السفينة الكبيرة يقول حتها يوم وصنى جنب السفينة من كبر ضخامتها تاني يقول ولدها يا الله والله هي كبيرة يقول مبعيد كنت أقول كبيرة ولكن مبذل كبر يوم قربت عندها وصارت مرة كبيرة يقول المهم وقفت طراد هذا على الساعة ثلاث يقول وإحنا في قلب الجزيرة دي يقول وامشي ووريهم ووريهم إلا الشيخ ويدخل ويشوف الطلاسم ويشوف السحر يالي نعم ياولدي هذا سحر يقول المشكلة مو سحر واحد يقول ممكن فوق 23 سحر مربوط هنا يقول قام الشيخ وجمع السحر وكذا واشياء مربوطة جمعها 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 كلها وخذ الطلاسم اللي في ذاك المكان يقول الناظر كذا الشجر يتحرك لهو كبير مهندسين قال هلا سالم اتمارحبه هلا بوفلان حياك الله يقول ويدخل معنا يشوف يقول حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل في الشخص اللي سوى الشيء هذا يقول فالآن عرف وش سالفة الطراد ومن كان يوصل السحر هنا ووش السالفة كاملة كلها وليه القرية كان اكثرها سحر قال اولا وش يا كبير مهندسين قال انا عرفت الآن يقول شفت الطراد هذا اللي يتحرك يقول كانوا يبلغون عليه من زمان ومكنت انا اقول يا رجال هذا من الجن وكان يخوف الناس الموجودة يقول الجن موجود ولكن ما يسوي الحركات هذه ولا يسوي اشياء كبيرة ممكن يحرك شيء ممكن يدخل فيك ويتلبس ممكن اشياء كثيرة يقول الآن سالفة الطراد عرفت وش وضعه طراد هذا لازم نمسكه اتوقع معاه جهاز يشتت الموجات حقة القراءة عشان كذا كنا ما نقراه فعلى طول رفع جهازه وبلغ وبلغ الجهات الامنية وقال ابغاكم تجون بشكل سري وتقعدون في الجزيرة هذه يقول وجهت الجهات الامنية يقول وقعدوا بالمرصاد جلسوا يخبوا ينتظرون الطراد اللي يجي كل بين فترة وفترة لين جاء اليوم اللي جاء فيه يقول يجي الطراد وصد نفس كلام سالم يقول كان يمر في الممر الضيق ويدخل لين جوا وينزل شخصين يخبون السحر داخل هذا المبنى يقولوا المهم قبضت عليهم الجهات الامنية المخصصة في ذاك المكان يقول يوم سكونهم يا ولد واش جابكم واشلون يقول مسكناهم والشيخ يبغى يعرف هذا منه هذا منه اللي قاعد تتعامل معاه القرية عشان يسحر الناس ويدس سحرهم هنا يقول يوم لف وجهه يناظر فيه يقول إلا هو عامل المسجد حقهم شخص جابوه من برة وصار يشتغل وينظف في المسجد وما كانوا يدرون أنه ساحر نهائيا إلى هنا وصل نهاية قصتنا لهذا اليوم أتمنى أني وفقت حرفيا فيلقاه هذه القصة مع العلم أني ما أحب أقول قصص الجن ولكن ولكن فيه ثمر عظيمة في هذه القصة أشياء بسيطة ممكن تحميك العمر طويل مرة أذكارك حصن نفسك لا تنساها أبد والشي الثاني لرب ضارة النافعة شوفوا كيف ربي ساق سالم من منطقة برية وتبهذل فيها كأنه قاعد يتدرب على وجود الجن والأشياء هذه في لحظة وجيزة تنتقل منطقة بحرية بعيدة عشان يساعد الناس أنهم هم يحصلون السحر انتظرونا في قصة جاية وأشوفكم في مالله